السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعيني معكم نونال حجاري النهاردة بإذن الله هنعمل شربة سهلة وبسيطة ومغزية وكمان مشبعة وصحية جدا للمعدة وهي شربة لستان العصفور بطريقة سهلة جدا جدا اي حد يقدر يعملها وكل المختربين كمان لو حابين يتعلموها اكيد هتقدروا تدخلوا المطبخ وتعملوا في اقل من 5 دقائق ندخل الفيديو ونشوف مع بعض ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة يلا بينا بسم الله بسم الله اول حاجة جبت الحلة حطيت فيها معلقة من الزيت ومعلقة من السم اول مساحه حنزل فيهم بكوباية من لسان العصفور او مكرونة لسان العصفور وحديها تحميسة كويس جدا مش حسيبها وامش لانه بتتليسها بسرعة اول ما دتني اللون الاحمر ده نزلت عليها بمقدار لتر من المياه المغلية وحنزل عليهم بالبهارات ملح وفلفل اسود وكمان معايا هنا مكعب من مرأة الدجاج وضفت عليهم من الخضروات اللي حتديها الطعم فوق الطحفة بصلة صغيرة وكمان طمط مياه صغيرة متقطعين مكعبات حغطت عليها وعسيبها لما تكتمل سواها مش بتاخد وقت كتير على النار في الوقت ده انا بخلي النار هادية بعد مرور الوقت الكافي لسواها طبعا حشوفها حلائي المكارونا استوت معايا وحزبط طبعا الملح لما ادوء المياه بتاعتها او الشربة بتاعتها وقدمتها مع طبعا اكيد لمون وكمان تتقدم دافية سهلة وبسيطة وسريعة ما تنسونيش الاول مرة يشارفني لايك 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 للفيديو واشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد كانت معكم لنا الحجاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة